اضحت ساحة التحرير ايقونة التظاهرات العراقية التي اندلعت بعد ترد الاوضاع الاقتصادية والخدمية اشعلها الشباب العاطل عن العمل والفقراء الذين لا يجدون كسرة خبز يسكتون بها جوعهم وذو المرضى ممن يتلوى احباءهم ألما وهم عاجزون عن علاجهم هي ثورة الجياع ثورة شعب يطفو على بحيرة من النفط هؤلاء المتظاهرون ورغم غضبهم تبنوا حملات لتنظيف الساحات من مخلفاتهم لعكس صورة ايجابية عن الشعب العراقي الذي يواصل احتجاجه ويتلقى بصدور عارية رصاص المندسين احنا الشعب العراقي كل واحد يطالب حقه احنا كل واحد قائد لهذا الشعب احنا تشوفون ها كله كل واحد قائد لهذا الشعب ما نريد اي موجة تسعد لنا احنا نريد وطن نريد حقنا حقنا اللي بكتوه اللي سلبتوه من ضمن مبادرات الثوار الطيبين الثورة الشعبية راح ينورون المطعم التركي جبل احد اليوم يتنور وتنظف قل تجي العوائل الثائرة يشوفون ولدهم الابطال السوا وعاش العراق المتظاهرون قالوا انهم عازمون على مواصلة احتجاجاتهم فهم يطالبون باسترداد وطنهم وخيراته احنا المتظاهرين ننسحب بها شروطنا اول شي تعديل الدستور وحل مجلس النواب والحكومة اشلول الانتخابات الجديدة صير اول شي الاحزاب كل يوم الشارك مو يغير اسمه شكوا نائب بالبرلمان من 2003 اليوم ما يرشح شكوا وزير ما يرشح شكوا وكيل وزيرهم ما يرشح هذا اللي نريد هذا وطننا احنا لازم نقفوا اياهم احنا هذا الشعب اذا مو احنا كل اتنويا وكل اتنائد وحده احنا ليه شي شي يعني اني اني طبعا اني والله العظيم اريد الشعب اريد كل اتنين اوقف ايد وحده اريد كل اتنين اطلع كل اتنين ثورة هاي ثورة الشباب الشباب هم حسوا بهذا الشي لانه لا وظيفة لا تعيين كل شي ماكو خدمات الخدمات احنا التعليمية ماكو طالعين طالب حقنا عمد عمد شعب متنا والله متنا بالقران متنا لا شرور لا عمل بس حرام موت نهب ولا كراب عمد ولا عمد ويعاني العراق الذي انهكته الحروب انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات ويحتل المرتبة الثانية عشرة في لائحة الدول الاكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية وتشير تقارير رسمية الى انه منذ عام 2003 اختفى نحو 450 مليار دولار من الاموال العامة اي اربعة اضعاف ميزانية الدولة واكثر من ضعف الناتج المحلي الاجمالي للعراق اشتركوا في القناة